بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفن الصناعي أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفن الصناعي صف الرابع أهلا وسهلا بكم في مدتنا الشيقة علوم هندسية وأول درسة ناخده قوانين الحركة لنيوتين هنشوف عم نيوتين قال لنا يا أولاد ونشوف هو عمل في القوانين الحركة بتوع قال لنا ثلاث قوانين هناخد النهاردة أول رحلة معه مع القانون لولاني ونشوف القانون لولاني بيقول لنا إيه هو بيقول أنه كل جسم يحتفظ بحالته كل جسم يحتفظ بحالته من السكون أو الحركة بسرعة منتظمة في خط مستقيم ما لم تجبره قوة خارجية على تغيير حالته ثاني نشوف عم نيوتين قال لنا إيه في القانون لولاني ولازم نحفظه لأنه ممكن يجي لنا أكمل أو يجي لنا صح وغلط أو يجي لنا أذكر نص القانون الأول ويجي لنا عليه مسائل وإن شاء الله هو قانون سهل وبسيط ومسائل وبسيطة خالص هتشوفوها دلوقتي كل جسم يحتفظ بحالته من السكون أو الحركة طب الحركة بس لا الحركة بسرعة منتظمة في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من حالته يعني إيه تاني يعني أي جسم يفضل الجسم ده لو ثابت قدامي كده مش هتحرك من مكانه قال لي إذا قوة عملته شد أو قوة دفع أو قوة ضغطت عليه أو قوة رفعيته الفوق يبقى أي جسم موضوع في الفراغ أو في الهوى أو في أي مكان ما مش هيتحرك أو هيتأثر قال لي إذا كان في قوة أو مؤثر خارجي يغير من حالته يحركه يوقفه لو هو ماشي يعني العجلة عشان تمشي على الطريق هتوقف ليه لأن نتيجة لاحتكاك بينها وبين الأرض طب لو تخيلنا أن المستوى بتاعه أملس زي الجماعة اللي بتزحلقه على مثلا الجليد تلاقيه هو ماشي مسافة طويلة بدون ما يوقف ممكن ما يوقفش اللي كان اللي يوقف نفسه لكن طولة ما هو ماشي على مستوى أملس وما فيش احتكاك بينه وبين الجسم اللي هو ماشي عليه أو المنزلق عليه مش هيحصل وقفه أو مش هيحصل تغيير من حالة الجسم يبقى هنا تاني القانون تاني هو بيقول لنا إيه بيقول لنا كل جسم يحتفظ بحالته من السكون أو الحركة بسرعة منتظمة في خط مستقيم ما لم تجبره قوة خارجية تغير من حالته طيب نشوف عم نيوتن قال لنا الكلام ده ليه عشان نعرف يعني إيه القوة طبعا من القانون بتاعنا ممكن استنتج تعريف القوة القوة إيه هي هي كل مؤثر يحاول أو يعمل على تغيير حالة الجسم من السكون أو الحركة المنتظمة في خط مستقيم استنتجتها ببساطة من تعريف قانون الأول يبقى تعريف القوة تاني هو كل مؤثر يعمل أو يحاول أن يعمل على تغيير حالة الجسم من السكون أو الحركة المنتظمة في خط مستقيم طيب القانون ده أولاد له فروض هو مش قال القانون وخلاص لا ده هو افترض فروض معينة وقال اول فرض عندي برضو من التعريف نفسه ان الجسم دايما له حالتين الجسم دايما له حالتين طبيعيتين او هما ياما السكون الدائم ياما الحركة بسرعة منتظمة في خط مستقيم طبعا دول بشرط ايه ان لم تجبره قوة او تغير قوة من حالته مفيش قوة هتغير من حالته سواء من الحركة في خط مستقيم او من السكون الدائم هنا دايما عندي فرض دايما عندي ان الجسم موجود له حالتين ياما السكون ياما الحركة بس بسرعة منتظمة طيب الفرض التاني ان الجسم ليس له قدرة ذاتية على تغيير حالته اه جسم هو موضوع قدامي ده هيغير من حالته الوحده ده جسم موضوع هيغير من حالته الوحده استحالة يعني هو يتحرك من السكون كده الوحده لازم حد يحركه او يشيله الفوق او ينزله التحت ياخده يمين يحركه شمال يبقى لازم في قوة تجبره على لايه؟ على الحركة كذلك الجسم المتحرك ان ما كانش في قوة تجبره على الوقفة ماهوش هيقف عن الحركة بتاعته يبقى دايما عندي الجسم ليس له القدرة الزاتية على تغيير حالته بالضبط ابسط مثال لينا لو احنا راكبين عربية ومشي بسرعة عالية وفجأة راح سواق مفرم المرة واحدة هتمس لقى كلنا دخلنا خبطنا في بعضين ليه؟ لان ما قدرناش نوقف زي ما هو قدر يوقف في العربية لاننا مليش سيطرة على جسمي في الوقت ده واننا نوقفه عن الحركة مع العربية لان جسمه هو راكب في العربية واخد سرعة العربية مجرد انه يوقف خلاص ما فيش تحكم ذاتي عندي هلطش في الجنبي مني او هخبط فيه الفرض الثالث بقول وجود مؤثر خارجي يسمى القوة هو ده اللي بيستطيع يغير من حالة الجسم يبقى دايما الجسم اول حاجة له حالتين طبيعيتين يأما السكون او الحركة المنتظمة او الحركة بسرعة منتظمة في خط مستقيم يبقى هنا الجسم دايما له حالتين يأما السكون يأما الحركة هه تاني بسرعة منتظمة في خط مستقيم لا يمكن حالته هتتغير بوجود مؤثر خارجي اللي هو بيقع عليه ليه؟ القوة تاني حاجة ان الجسم ليس له قوة او ليس له تحكم ذاتي او ليس له سيطرة ذاتية على نفسه مش هيقدر يغير من وضع حالته لنفسه لوحده لازم يكون فيه مؤثر خارجي يأثر عليه الفرض الثالث ان فيه قوة دايما بتأثر على حالة الجسم وبتغير من حالة السكون او حالة الحركة حسب وضع الجسم وحسب القوة اللي ايه؟ المؤثرة نشوف النتائج بتاعت القانون لو تلاحظ هي النتائج هي الفروض واحنا ايه؟ يعني هو بيفصل القانون بكذا صورة بيقول لي برضو ايه في النتائج بتاعتي ان الجسم الساكن يظل ساكن ما لم تؤثر عليه قواته حرم وده الطبيعي بتاعي اي جسم فعلا ساكن مش هيتحرك اللي ازا كان فيه قوة هتحرك طيب التاني الجسم المتحرك بسرعة منتظمة في خط مستقيم يظل متحركا ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من سرعته يبقى هنا الجسم المتحرك ده الفرض اللي بفرضه نيوتن بقول لي تاني فرض او تاني نتيجة هو استنتجها من القانون ان الجسم دايما ازا كان متحرك حركة في خط مستقيم وبسرعة منتظمة مش هتغير حالته مش هتتغير اللي ازا كان فيه مؤثر خارجي او قوة خارجية تؤثر على الجسم تغير من وضع الحالة بتاعه طيب الفرض التالت ان الجسم تتلاشى او تنعدم محصلة القوة اللي بتأثر عليه طالما هو ثابت في مكانه او بتحرك بحركة في سرعة منتظمة يبقى مجموعة القوة اللي هتأثر على الجسم لو انا تخيلت جسم كده طبعا كلنا عارفين ان الجسم ده بتأثر بقوة ايه هي القوة اللي بتأثر على الجسم دي حد عارف حد يرد علي برافو عليك بقول لي قوة الجذبية الارضية طبعا الجسم ده فيه قوة للجذبية الارضية بتجذبه لتحت طب قوة الجذبية الارضية دي نتجة من ايه من وزن الجسم وزن الجسم بيأثر على المستوى التحت نتيجة الجذب الأرض له طيب طبيعي إن في رد فعلي للمستوى على الجسم والاثنين قوة جذب الأرض ويرد الفعل لاثنين عكس بعض وفي اتجاه مضاد وبيسوي بعض عشان كده عدمت المحصلة بتاعتهم لإن الجسم ثابت في مكان ده دليل إن محصلة القوة ثابتة أو بتسوي صف حوالين الجسم ده كله إن الجسم ثابت في مكانه ما تحركش في مثالة عندي مثلا الرمال المتحرك أو بحر الرمال العظيم اللي احنا نسمع عنه أو بنشوفه في الأفلام لو أنا حطيت عليه جسم كده بص ألاقي الجسم عمال يغوص في قلب الرملة ليه لإن قوة الرملة جذب الأرض للجسم أشد من قوة رد فعل الرملة للجسم عشان كده الجسم مستثبت على سطح الرملة يبقى ضغط الوزن بتاع الجسم بيضغط على الرملة وبيغوص جوه جوه الرملة لإن الرملة هنا ملهاش رد فعل يبقى هنا نيوتن قال لنا القانون بتاعه تاني ونشوف فقا نتائج القانون بالقوانين بتاعتي عشان نقدر نطبق ونحل المسائل بتاعي نتائج القانون بقول لي في كثير من الأحيان بتكون المقاومة أو مقاومة النتجة عن الهواء أو المقاومة النتجة عن خشونة المستوى اللي باشي عليه الجسم أو الاحتكاك اللي بين الجسم وبين المستوى بتبعا متغيرة تبعا لتغير السرعة اللي بتحرك بها الجسم يعني ايه؟ يعني بالراحة كده أنا جسم بتحرك بسرعة عالية لو أنت بتراحزها كده في العربية وانت ماشي بالعربية بسرعة بطيئة ما تسمعش يصوت هواء لو أنت فتح الشباك طب لو أنا زودت السرعة شوية أبص لقى صوت الهواء بان جامد في الشباك جنب مني وممكن بيخبط في وداني ومش قادر أتحمله ليه؟ لأن مقاومة الهواء زادت ليه زادت؟ لأن سرعة العربية زادت يبقى هنا في مقاومة كل ما زادت السرعة كل ما هتزيد المقاومة يبقى هنا العلاقة يا أولاد طردية بين السرعة وبين المقاومة كذلك العربية بتاعت وهي ماشية الاحتكاك بين الإطارات بتاعتها والطريق بتزيد أنت ممكن تسمع الصوت بتاعها وانت ماشي لأن الصوت كل ما زادت السرعة كل ما زاد مقاومة الأرض للعربية عشان تحاول توقفها أو تسيطر عليه لكن انت ماشي بسرعتك العالية ومقاومة الهوى لازم تزيد او مقاومة الاحتكاك بينك ومن المستوى اللي انت ماشي عليه لازم تزيد يبقى من هنا بقول والله انا عندي لو عندي السرعة الاولى او السرعة الابتدائية موجودة مثلا V1 يبقى المقاومة بتاعت VR R1 طب لو السرعة بقت V2 يبقى المقاومة بتاعت R2 يعني لو بدأت بسرعة ابتدائية بسميها V1 او سرعة بطيئة شوية يبقى مقاومة الهوى صغيرة على قد ال V1 طيب لو زادت السرعة عنده وبقت V2 سرعة اعلى يبقى مقاومة الهوى هتزداد برضو قصدها وتبقى R2 يبقى دايما العلاقة عشان ترضية بقول ان R1 على R2 بتسوي V1 على V2 طب هنا لو انا ممكن اقول ان السرعة دي او المقاومة دي بتتناسب مع مربع السرعة عادي خالص اقول R1 على R2 بتسوي V1 سكوير على V2 سكوير حيث R1 طبعا مقاومة الهوى عند السرعة V1 والR2 مقاومة الهوى عند السرعة V2 نجل التطبيق بتاعي على قوانين نيوتن بتاعتي وبص للحركة المنتظمة لبعض الاجسام واقول الحركة المنتظمة لبعض الاجسام طيب الحركة بسرعة منتظمة على مستوى افقي بتأثير قوة افقية الجسم تتحرك بسرعة منتظمة الجسم هو زي ما انتا شايفه او ده الجسم بتاعي معبر عنه بالمستطيل اللي انت شايفه ده وده المستوى الافق بتاعي الجسم الجسم ده دايما زي ما احنا بنقول وزنه دايما لأسفله اللي هو ال W ده بيعبر عن وزن الجسم وبيأثر دايما اتجاهه لتحت طبعا الجسم ده ما غصش في المستوى وسابت فوق المستوى لان رد الفعل بتاع المستوى اللي هو ال N واقول رد الفعل العمودي على الجسم بيساوي الوزن يبقى ده ال W بتساوي ال N عشان كده الجسم يسابت في مكان محصرية الاتنين بتساوي صفر يعني مجموع الاتنين بيساوي صفر لان الاتنين بيساوي بعض والاتنين عكس بعض في الاتجاه زي ما انت شايف فالجسم سابت في مكان لو انا عندي قوة بتجذب الجسم في الاتجاه دوت وبقولك اتجاه الحركة هو يعني الجسم ما يمشي كده القوة بتشده في الاتجاه اليمين دوت مثلا يبقى في الاتجاه الشمال بلاي ال R اللي هي مقاومة المستوى لحركة الجسم او الاحتكاك قوة الاحتكاك بين المستوى وبين الجسم اللي هي بتقاوم قوة شد الجسم لجهة اليمين طيب هنا انا بستنتج من الشكل ده معادلتين بقول عليهم معادلات الحركة للجسم ايه هم المعادلتين بقول لي والله ان F بتسوي R بدليل ان الجسم سابت ما تحركش لان الاثنين عكس بعض والاثنين بيساوي بعض يبقى ان الجسم طالما ما تحركش اليمين ولا شمال يبقى القوة اللي بتشده من هنا بتساوي قوة الاحتكاك بينه وبين المستوى من تاني يم والاثنين عكس ايه عكس بعض ويساوي بعض فالجسم سابت طب الجسم ما غصش في المستوى الاسفل ليه لان وزنه الاسفل بيساوي رد فعل المستوى الاعلى والجسم سابت في مكانه ما تحركش يبقى هنا معادلات الحركة بتاعتي بقول لي ان ال F بتساوي رد الفعل بتساوي مقاومة الاحتكاك اللي هى ال R الوزن بتاع الجسم الاسفل بيساوي رد الفعل العمودي لاعلى وده اللي احنا باين قدامنا على الرسم ماهو قدامنا ونشوفه كده او بقوله للF بتسوي الR القوة اللي هتجزب الجسم او قوة الشد بتاعت الجسم بتسوي مقاومة الاحتكاك بين الجسم والمستوى الW او الوزن بتاعي بيسوي رد الفعل العمود اللي هو الN وده اول شكل هناخده ناخد عليه مثال صغير كده ونشوف الباقي ايه بقوله هنا تتحرك سيارة طبعا سيارة تتحرك يبقى لها سرعة يبقى فيه قوة احتكاك بينها وبين المستوى اللي هي ماشي عليه يبقى لها وزن ونشوف الوزن هيعمل ايه في السيارة تتحرك سيارة على طريق افقي ضد مقاومات لحركتها تعادل 120 سقل كيلو جرام لكل طن شوف انا بقى انا بقرأ المسألة ازاي وبركز على كل كلمة مقتوب بقول ايه تتحرك سيار على طريق افقي يبقى الطريق بتاعه والمستوى بتاعه افقي والسيارة ماشي عليه ضد مقاومات يبقى فيه مقاومات بتقاوم حركة السيارة تمام تعادل قد ايه 120 سقل كيلو جرام لكل طن لا يبقى لازم ها يديني وزن السيارة دي كم طن ليه لانه مديني المقاومة لكل طن واحد لا ما يديني وزن الكل للسيارة لازم احسب المقاومة الكلية للسيارة ككل كوزن السيارة ككل فنشوف المسألة تاني من الكتلة آه لكل طن من الكتلة وكانت كتلة السيارة خمسة طن ها حد عرفها برافو في واحد بيقول لي يا استاذ ده انا هضرب المية وعشرين في الخمسة قلت له ليه قال لي عشان كده اجيب المقاومة الكلية لحركة السيارة ككل كتلة السيارة كلها قلت له برافو ليه لانه ها مديني المقاومة لكل طن واحد تمام يبقى مية وعشرين سوكل كيلو جرام لكل طن دي باضربها في خمسة طن عشان تديني ستمية اللي هي مقاومة الكلية او مقاومة الحركة الكلية الارت هوتل الكلية لو مقاومة كتلة السيارة كلها اللي هي الخمسة طن طيب السيارة دي تتحرك باقصى سرعة اوجد قوة محرك السيارة نشوف نرسم المسألة بتاعتنا ببساطة كده خالص مستوى افقي المستوى عليه السيارة بمثلها باي شكل يعجبني مستطيل مربع اي دايرة اي رمز يعجبني برسمها على المستوى وطبعا دي القوة اللي بتجذب العربية او بتحاول تشد العربية في اتجاه الحركة هتتحرك في اتجاه القوة واد المقاومة اللي هي الارتوتل بتاعتي تفاقنا ان الارتوتل دي او الارت دي عبارة عن الار الكلية لكتلة السيارة ككل ليه لانه مديني المعطاة في المسألة هي الار لكل طن المقاومة لكل طن بتساوي مية وعشرين سوق لكيلو جرام على الطن ومديني كتلة السيارة اللي هي الام بتاعتي بتساوي خمسة طن والاف مجبولة اللي هو عايز طيب يبقى انا من المعادلة بتاعتها لو انا جبت الار هقدر اجيب الايه الاف لان الار بتساوي الاف صح ولا لأ طيب تعالوا نشوف الار توتل اللي بقول عليها الار تي برموز لها برمز صغير هون الار تي بتساوي الار لكل طن في الام يعني يعني مقاومة الحركة لكل طن واحد من كتلة السيارة في كتلة السيارة الكلية اللي هي المقاومة كانت لكل طن مية وعشرين في كتلة السيارة كان خمسة يبقى بستمائة سوق لكيلو جرام طيب السيارة ولا تبص كده معايا في المسألة قال لي ايه قال لي دا تتحرك باقصى سرعة يعني ايه باقصى سرعة يعني الاف بتساوي الار تي يعني السيارة متزنة يعني مفيش قوة اكتر من التانية مفيش قوة سيطرت على التانية وشدتها لأ الاتنين بيساوي بعض وعشان كده السيارة سابتة فبقول والله السيارة بتتحرك باقصى سرعة يبقى الاف بتساوي الار تي يبقى الاف بتساوي الستمائة سوك للكيلو جراث هاي اللي دي مسألة بسيطة خالص على قانون بتاعنا حاجة بسيطة خالص هو تمثيل بسيط ونشوف فكرة تانية ونشوف مسألة تانية وإيه اللي اختلاف بينها وبين المسألة دي نشوف المسألة التانية بقول لي قاطرة تجر القطار بقوة سابت قاطرة تجر القطار بقوة سابت طبعا القاطرة دي أولا قد تبقى أنا بلاحظ في القطر عربية بقول عليها عربية الديزل أو العربية اللي قدام اللي هي ما بركبش فيها حد غير السواء وبقى رامنه بتلاقي الديزل أو المحرك بتاع القطر اللي بيشتغل وبيسحب كل عربية القطر كلها ورامنه بالحمول اللي عليه فبقول عليها دي اسمها القاطرة يبقى قاطرة تجر القطار بقوة سابتة مقدرها 4.8 من 10 طن أو سقل طن قوة جر القاطرة للقطار كام دي القوة هي 4.8 من 10 سقل طن طبعا انا اتفقت ان كلمة الف سمول دي عبارة عن كلمة سقل وده الطن اللي هي وحدة قياس الكتلة بتاعتي لو قلت طن بس يبقى دي كتلة لكن سقل طن يبقى دي قوة فاذا كانت المقاومة لحركة القطار تتناسب مع مربع سرعته شوف قال له ده هو جاب لي هنا ايه هيستخدم لي مربع السرعة يبقى مع المقاومة يبقى بقول لي ايه اذا كانت المقاومة لحركة القطار تتناسب مع مربع يا رجالة سرعته وان المقاومة عندما تكون السرعة 40 كيلو متر على الساعة تعادل 10 سقل كيلو جرام لكل طن خلي بالك هنا المقاومة بتسوي كم المقاومة بتسوي كم 10 سقل كيلو جرام لكل طن طب وهنا عند السرعة كم 40 كيلو متر على ليه على الساعة من كتلة القطار فاوجد اقصى سرعة للقطار علما بان كتلة كتلته بتسوي كم 120 طن نعرف نحلها انا عندي السرعة بالكيلو متر على الساعة وعندي المقاومة بالسوق لكلو جرام على الطن ومديني القوة بالطن ومديني الكتلة بالطن انا مش هحول الوحدات ولا حاجة انا اشتغل زي ما هي هنا يا رجالة ال R total اللي هي المقاومة بتاعتي بتسوي ال R T بتسوي ال R لكل طن في ايه يا رجالة في كتلة السيارة طب ال R بتسوي 10 في كام ما احنا قلنا 10 سقل كيلو جرام لكل طن طب ما هي السيارة كتلتها او القطار كتلته كام 120 طن يبقى 10 في 120 طن بتسوي 1200 سقل كيلو جرام طيب عندما تتحرك عندما يتحرك القطار باقصى سرعة يبقى طبعا زي ما احنا عارفنا في المسألة اللي فاتت ان ال F هتسوي ال R ايه ال R 2 ليه ال R 2 لانه مديني R 1 لما كانت المقاومة 10 ال R 2 اللي هي بتسوي ال F اللي هي بتسوي 4800 كيلو جرام سقل كيلو جرام طبعا هو مدهالي في المسألة طب جبتها منين نشوف بعينات المسألة الاول كده انا اسف اهو بعينات المسألة الاول F بتسوي 4 و 8 من 10 طن سقل طن اللي هي بتسوي 4800 سقل كيلو جرام طبعا انا ضربت هنا في 1000 عشان احول من الطن للسقل كيلو جرام طبعا ال R تتناسب مع مربع السرعة هو اللي الهال المقاومة تتناسب مع مربع سرعته ال V 1 اللي هو مدهالي كانت 40 كيلو متر على الساعة وكتلة القطار 120 طن وعايز ال V 2 عند المقاومة R 2 طبعا المقاومة R 2 انا باعتبرها هي القوة لان طبعا الجسم بتحرك باقصى سرعة او بتحرك باقصى سرعة او بسرعة منتظمة يبقى باقصى سرعة او بسرعة منتظمة لازم اعتبر ان القوة بتسوي R القوة بتسوي المقاومة فبقول تاني ان R total بتسوي RT بتسوي R لكل طن اللي هي العشرة في كتلة القطار كله 120 و بـ 1200 سوكل كيلو جرام طيب عندما اتحرك القطار باقصى سرعة تاني هو يبقى القوة بتسوي ايه ال F القوة اللي هي F بتسوي R 2 المقاومة عند نهاية السرعة بتاعتي بتسوي R 2 يبقى R 2 هي اكناها هي قوة القطار طيب يبقى R 2 اللي بتسوي F بتسوي كام 4800 سوكل كيلو جرام اعوض في القانون بما ان R تتناسب مع V سكوير مربع السرعة يبقى R 1 على R 2 تسوي V 1 سكوير على V 2 سكوير R 1 بكام يا شباب اللي هي جبنها بـ 1200 عند السرعة كانت كام 40 قال لها بس هنا 40 في 40 يا مستر ليه ما عملنها V 1 سكوير مش هنقولنا يتناسب مع مربع السرعة يبقى هنا 1200 بتسوي 40 في 40 طب اللي تحت 4800 اللي هي R 2 اللي هي عبارة عن F بتسوي V 2 سكوير يبقى V 2 سكوير بتسوي ايه 4800 في 40 في 40 في البسطة على 1200 اللي هي هتطلع ب 6400 لما جيب الجزر التربيع بتاعها هتطلع 80 كيلو متر على الساعة هنا قدرت اجيب V 2 بالسهولة من كلمة بس هو الهالي ان المقاومات بتتناسب مع مربع السرعة وان القطار بيتحرك باقصى سرعة فعالشيك اعتبرت ان ال F بتساوي او قوة القطار بتساوي المقاومة 2 لان الجسم سابت او القطار سابت يبقى F بتساوي R زي ما احنا اتفقنا واعتبرت ان R 2 هي هي بتساوي القوة بتاعتي وعودت عن R 2 مكانها مكان ال F وقدرت اجيب V 1 موجودة عندي وقدرت اجيب R 1 موجودة عندي لما بدربت الكتلة اللي هو العشرة مدها لعشرة في كتلة القطار قدرت اجيبها ب1200 وعندي القوة اللي هي بتساوي المقاومة التانية ب4800 قدرت اعوض في القانون وقدرت اجيب R 2 اللي هي هي بتساوي قوة القطار نشوف لو انا عندي القوة بتميل بزاوية على المستوى الافقي زي ما انتا شايف كده القوة كانت في الاول بتشد الجسم كده افقي في اتجاه المستوى لا ده القوة ميلة بزاوية اعمل هنا الحركة بسرعة منتظمة برضو تانية حركة بسرعة منتظمة على مستوى افقي بتأثير قوة مائلة طب ادي المستوى الافقي بتاعي بالراحة هو ودي الجسم موضوع عليه القوة عندي ميلة بزاوية الفة على المستوى الافقي ميلة بزاوية على المستوى الافقي طب زي ما احنا اتفقنا دايما من سنة تانية لسنة ربعة لحد دلوقتي تانية وتالتة وربعة اي قوة ميلة مقدرش اجيب قيمتها لازم احللها القوة يئمة في اتجاه المستوى يئمة عمودية على المستوى القوة الميلة ده باعتبرها هي محصلة المركبتين المتعمدتين واحدة في اتجاه عمودية على المستوى واحدة في اتجاه موازي للمستوى طب وبحسبهم ازاي بقول والله القوة الميلة عندها ميلة على المستوى بزاوية الفة يبقى المركبة الموازية للمستوى اللي هي بتسوي القوة في كوزين الزاوية الفة يبقى ف كوزين الفة طب المركبة التانية عبارة عن القوة في صين الزاوية ألفا تمام يبقى دي القوة بتاعتي قدرت أحللها المركبتين تاني قوة موازية للمستوى ال F كوزين ألفا والقوة التانية عمودية على المستوى اللي هي ال F صين ألفا طب يا مستر ده أنا عندي الوزن دايما لأسفل اهو تمام الوزن الأسفل ورد الفعل العمودي يبقى أصبح عندي المعادلة عندي بتقول ان الدابليو اهو بساوي الرد الفعل العمودي زائد مركبة القوة العمودية على المستوى اللي هي زائد F صين ألفا يبقى القوتين اللي فوق دول مجموحهم بيساوي القوة اللي تحت اللي هي الوزن عشان كده الزاوية سابت على المستوى لغاص في المستوى ولا ارتفع من على المستوى يبقى سابت في مكانه لغاص في المستوى زي ما اتفعنا ولا ارتفع من مكانه يبقى هنا محصلة القوة اللي بتأثر عليه في المستوى الرأسي بتساوي صفر او مجموع كل القوة اللي بتأثر عليه في المستوى الرأسي بتساوي ايه صفر اللي هي عبارة عن الاند الدابليو بتساوي القوة رد الفعل العمودي اللي هو الان زائد محصلة القوة الرأسية عليه اللي هي الاف في صين الف طيب نشوف القوة الموازية للمستوى انا قلت دايما ان القوة لو شدت الجسم على المستوى الافقي يبقى فيه دايما مقاومة في التاني يمة او في عكس الاتجاه بتقاوم شد القوة للجسم عشان الجسم يفضل سابت يبقى هنا القوة اللي انا حلتها للمركبة الموازية اف في كوزين الفا بتساوي الار يبقى الاف في كوزين الفا بتساوي الايه الار طبعا كان في اللفات كان المستوى افقي والقوة كانت افقية فقول اف بتساوي ار على طول الدابليو ساوي ان لكن هنا اللي حصل ايه ان انا حللت القوة الميلة دي لمركبتين تاني متعمدتين واحدة في اتجاه عمودي على المستوى هي اللي هي الاف في صين الفا والتانية اللي هي قريبة من ملها على الزاوية وبقولي الاف وكزين الف طيب نشوف لو انا طبقت بمثال بسيط على القانون دوت وازاي باستخدمه في الحل واقدر احل بيه المسألة مثال تاني بقولي وضع جسم على مستوى افقي وشدة بحبل جسم حطناه على مستوى افقي وشدناه بحبل ضبطناه بحتة حبل كده وسحبناه على المستوى بس الحبل ده يميل على الافخ بزاوية مقدارها الف ميل بزاوية مانيش عارفها كام حيثو خلي بالك كده سين الف بتساوى اربعة على خمسة الله ده هو كده حللي المسألة خالص ازاي وداني سين الف من المسلس بتاعه ارسمه وعوض بقيمة السين على اضلاع المسلس وشوف الضلع الناقص ايه واجيبه هقدر اجيب سين الف اجيب كوزين الف اجيب تان الف اجيب كل اللي انا عايزه من المسلس يبقى هنا ما أقلقش لما يقولي بزاوية الف ويسكت لا مش شرط ان يديني زاوية يقولي ميل بزاوية تلاتين ميل بزاوية خمسين ميل بزاوية ستين لا هو هنا بقولي وضع جسم على مستوى افقي وشدة بحبل يميلة على الافقي بزاوية الف شفتوا زي ما شفتوا انا عايزكوا تقروا المسألة زي بالزبط وتفسروها حتة حتة جزئية جزئية وبرحتك خالص لان لو طلعت بيانات المسألة صح المسألة هتتحل صح يبا هنا وضع جسم على مستوى افق وشدة بحبل يميلة على الافقي بزاوية الف حيثه سين الفة بتساوي كام اربعة على خمس شف انا ممكن اقف على هنا وارسل المسلس بتاعه انا رسمت المسلس ادي الفة بتاعتي انا عارف ان السين بتساوي ايه المقابل على الوطر في المسلس القائم الزاويه الضلع المقابل لزاوية ألفة أربعة والوطر خمس آه صين ألفة أربعة على خمس أقدر أجيب الطلع الثالث من فسا غرس زي ما قلنا وبييجي زي الضلع الثالث الجزر التربيعي لمربع الوطر ناقص مربع الضلع الثاني المعلوم اللي عندي يبقى هنا مربع الوطر خمسة وعشرين ناقص مربع الضلع الثاني ستاشر هيديني تسعة إما جيب الجزر التربيعي بتاعها هيطلع بتلاتة يبقى أنا قدرت من كلمة صين ألفة بس هاي جبت المثلث بتاعي وجبت صين ألفة بتساوي أربعة على خمسة اللي هو مدهالي جبت كوزين ألفة بتساوي ثلاثة على خمسة المجور على الوطر ولو عايز صين ألفة كمان يبقى بتساوي المقابل على المجور أربعة على ثلاثة ومن هنا قدرت استنتج الزاوية بتاعتي وما فيش مشكلة في القانون بتاعي اللي هستخدمه طيب نكمل بقى المسألة إذا كانت مقاومة المستوى لحركة الجسم خلي بالك كده فإذا كانت مقاومة المستوى لحركة الجسم تعادل نص وزن الجسم قال له لو مقاومة المستوى بتساوي نص وزن قال له يبقى القار بتساوي نص ايه؟ الوزن طب هو مديني الوزن لو مديني الوزن وأنا عرفت القار طب لو مش مديني الوزن نشوف نحسبه زي من المسألة طيب وهتحرك الجسم بسرعة منتظمة عندما كانت قوة الشد في الحبل مديني القوة هي بتساوي 60 سوق لكيلو جرام خلي بالك بقى أوجد عايز ايه هو؟ وزن الجسم وضغطه على المستوى يعني عايز الو وعايز الان اللي هو رد الفعل العمودي بتاع المستوى ما هو ضغط الجسم أو وزن الجسم وضغطه العمودي على المستوى يعني رد الفعل العمودي على الجسم بتاع المستوى طب احنا هنا قلنا من صين ألفا قدرت أرسم المسلس بتاعي تاني وعوض بصين ألفا اللي هي المقابلة على الوطن يبقى 4 على 5 قدرت أجيب الضلع الثالث من فسا غرس زي ما قلنا اللي هو طلع بتلاتة يبقى قدرت أجيب صين ألفا بتساوي 4 على 5 وكوزين ألفا اللي هي بتساوي 3 على 5 ومديني في المسألة إن الأر بتساوي النص الدابليو ومديني إن الإف بتساوي 60 سوكل كيلو جرام أبدأ أرسم الشكل بتاعي واشوف المسألة طبعا أنا رسمت المستوى الأفق بتاعي ودي الجسم عليه بكل صولة خالص خط واحد عمودي هو نازل من فوق اللي تحت اللي تحت عبارة عن الدابليو واللي فوق عبارة عن الإن العمودي لا أكتر ولا ألم بيقولي بقى إن الجسم ده أنا شدته بحبل خلي بالك كده معي شدته بحبل يميل بزاوية ألفا تمام طالما شدته بحبل ويميل بزاوية ألفا ما تمنيش الزاوية كام المهم إنه ميل يبقى أوتوماتيك الإف بتاعتي دي أشطب عليها كده مش موجودة عندي وأبدأ أحللها المركبة في اتجاه المستوى الأفق بتاعي بقولي عليها إف كزين ألفا ومركبة تانية رأسية لأعلى في اتجاه الإن يبقى الإف صين ألفا ودي بقولي عليها المركبتين المتعمدتين بتوع القوة يبقى القوة الميلة ده هي محصلة القوتين دون أنا قسمتها واحدة إف كزين ألفا واحدة إف صين ألفا عشان مش هقدر أجيب قوتها وهي ميلة لكن أنا حللتها في الاتجاهين دون طبعا أوتوماتيك قصاد القوة دي يبقى في عكس الاتجاه زي ما انت شايف كده السهم في عكس الاتجاه شايفوا قد السهم القوة اليمن ميدي يبقى الأر معاكس على طول في الاتجاه المعاكس ال-W الأسفل يبقى ال-N الفوق ومركبة القوة الرأسية مع ال-n-f-sin-alpha والمركبة الأفقية عكس اتجاه ال-r-f-sin-alpha بتالي رسمة المسألة ما فيهاش صعوبة وسهلة بالنسبة لنا وقدرنا نرسم لو قدرت ترسم المسألة كده بسهولة خالص أنا هستنتج من المسألة أو من الرسمة معادلات الحركة بتاعتي اللي هي بتقول لي إيه ال-r هتساوي ال-f-sin-alpha أو ال-w بتساوي ال-n زائد ال-f-sin-alpha يبقى هنا ال-f من دهالة تانية هي معطلات المسألة بتساوي 60 ال-r بتساوي نص ال-w عايز ال-w وعايز ال-n وأكمل حل المسألة أقوله بما أن الجسم يتحرك بسرعة ممتظمة يبقى ال-f كوزين-alpha زي ما قلنا بتساوي ال-r طيب هنا ال-f ب60 كوزين-alpha زي ما جبناها من المسلس 3 على 5 بتساوي ال-r أقدر أختصر 5 60 على 5 فيها ال-12 12 في 3 ب36 نبقى ال-r طلع ب36 سكل كيلو جرام يا مستر ما انتقيل لنا n الوزن أو ال-r بتساوي نص الوزن تمام ما ال-r اللي هي ب36 بتساوي نص ال-w يبقى ال-w بتساوي 36 في كام في 2 اللي هتطلع ب72 سكل كيلو جرام نقدر نجيب ال-n تمام عوض في المعادلة التانية بتاعت الحركة بتاعت اهيه ان ال-w بتساوي ال-n زائد ال-f سين alpha يبقى ال-w ب72 ال-n مجهولة بالنسبة لي زائد ال-f ب60 سين alpha من المسلس اللي احنا كنا رسمينه بتساوي 4 على 5 ال-n هتساوي 24 سكل كيلو جرام بتالي كده المسألة بتاعتي سهلة ومفعاش صعوبة خالص هو كل المشكلة اللي عندي ان انا افهم هو مديني ايه في المسألة او المعطل المدهولي بالزبط في المسألة ايه وابدأ ارسم مسألتي صح وابدأ اطلع معادلاتي من على الرسم صح وابدأ اعوض فيها بالمعطلات بتاعتي هلاقي كل معادلة فيها مجهول واحد وهو ده اللي انا طالبه من المسألة نشوف الحركة بسرعة منتظمة في الاتجاه الرأسي احنا خدنا اللي فاتت كان المستوى افق طب لو المستوى رأسي بتحرك لفوق او لتحت اذا تحرك جسم وزنه W بسرعة منتظمة رأسيا الى اسفل في سائل فانه يلقى من السائل مقاومة لو حتت بلية كده وقعتها في لمواخزة جيركن في مية او جيركن في زيت او جيركن في سائل ايا كان نوعه طبعا البلية عشان توصل لقاع الجيركن او توصل لقاع السائل اللي موجود في الاناء اللي عندي او المكان اللي انا حطت فيه السائل او الachus حاجة اللي انا حطت فيه السائل هتلاقي مقاومة مش اول محدفة كده هتوصل للقاع مباشرة لا هتلاقي مقاومة لحد ما توصل لفين للقاع طبعا المقاومة دي بتتوقف عليه على لزوجة السائل السائل بتاعلي هو خفيف زي المية او مادة خفيفة ممكن توصل البلية بسرعة للقاع لو مادة لازجة زي مثلا العسل زي الشح زي الزيت اللي قوامه لازج او تقيل يبقى البلية هتلاقي مقاومة او صعوبة عشان توصل للقاع وهنا الرب ارمز للصعوبة او للمقاومة اللي بتلاقيها دي ان هي دي المقاومة بتاعت السائل للبلية عشان البلية ما توصلش القاع السائل طبعا هنا لو جيت ارسم الشكل بتاعي ببساطة خالص ادل بلية بتاعتي او الجسم بتاعي اتجاه حركته طبعا لأسفل والأسفل ليه لان الجاذبية الارضية هتجذبه لأسفل مجرد ان انا حط جسمي من فوق كده او اسيبه او احذفه من فوق هو طبيعي هينزل لأسفل مهما كان ارتفاعه او مهما تحرك في الهوى لازم في الاخر هيوصل لالارض بتاعتي ليه بتأسير قوة الجاذبية الارضية يبقى دايما الحركة الرأسية دايما بيبقى اتجاه الوزن بتاعي او اتجاه قوة الجسم الاسفل اه الو بتاعتي لأسفل المقاومة المقاومة بتبقى طبعا لفوق عكس اتجاه حركة الجسم او حكس اتجاه القوة اللي بتسحب الجسم لايه لتاحت هنا بقول ان المجموع الجبري لمركبات القوة في اتجاه الحركة هان عدم يعني ايه يعني ان الار بتساوي الو نشوف اللي بعد كده مثال بسيط كده ونشوفها ده عرف نحل ولا لا بقول اللي سقطت بلية انا طبعا ماشيين جزء جزء اوه كل قانون بناخده بناخد عليه مسألة وتطبيق بسيط يحفظني القانون ويفهمني ايه مفرداته وايه الرموز اللي فيه وازاي بطلع البيانات بتاعتي من المسألة وازاي بحلها بكل سهولة اللي مطلوب منك انك تطبق الكلام ده تعيده مرة نفسك وامسك التمارين بتاعت الكتاب وحلها كلها واللي يوقف معاك هاته واحنا نحله مع بعض فنشوف المثال كده مع بعض سقطت بلية وزنها 30 سوكل جرام هنا البلية وزنها سوكل جرام جي اف سوكل جرام فيه سائل لازج فاذا كانت مقاومة السائل لحركة البلية تتناسب طرديا خلي بالك مع سرعة البلية هو برضو مديني ان السرعة بتتناسب طردي مع المقاومة يبقى المقاومة والسرعة بتناسبه مع بعض زي ما افتكرنا كده للر واحد على الر اتنين بتساول في واحد على الفي اتنين او الر واحد على الر اتنين بتساول في واحد تربيع على الفي اتنين تربيع لو هي بتتناسب مع ايه مع مربع السرعة هنا بقولي طرديا مع السرعة بس داخل السائل وبلغت المقاومة 25 سوكل جرام المقاومة بتاعت البلية أو مقاومة السائل اللي قومت به البلية عشان البلية ما تقوصلش لقاء السائل أو توصل لآخر السائل كانت المقاومة 25 سوق لجرام عندما كانت سرعتها كان 12 سنتيمتر عال ثانية لما كانت البلية مشيا بسرعة 12 سنتيمتر عال ثانية خلي بالك لازم يقول لي السرعة منتظمة ولا لا لو ما قاليش السرعة منتظمة ما أعرفش حل المسألة لأن ما أقدرش أقول إن الوزن بساوي رد الفعل اللذي كان في انتظام السرع أو أقصى سرع في الحالتين دول بس اللي أقدر أقول فيه إن محصلة القوة بتنعدم على الجسد ولازم أقول يساوي اللي فوق يساوي اللي تحت أو اليمين يساوي الشمال يعني حسب المركبات القوة اللي بتأثر عندي رأسية أو أفوقية يبقى لازم يقول لي إن السرعة منتظمة أو أقصى سرعة في المسألة ودي ما ألهليش في الأول هيقول هالي في الآخر كمال حووظة في المسألة نكمل المسألة مع بعض عشان نشوف احنا بنستنتج المسألة ازاي هنا بقول لي وصلنا وبلغت المقاومة 25 سوق لجرام عندما كانت سرعتها 12 سنتيمتر على الثانية فكم تبلغ سرعة هبوطها خلي بالك كده حين تصبح منتظمة طبعا هو اللي يقصد منتظمة ان السرعة منتظمة فكم تبلغ سرعة هبوطها حين تصبح ايه عايز سرعة البلية او سرعة هبوط البلية لما تكون السرعة دي منتظمة نشوف البيانات بتاعة المسألة نطلحها بالراحة كده طبعا هو اللي وزنها 30 سوق لجرام وده احنا وضحناه احنا بنقرأ المثال الار واحد كانت او المقاومة الاولى كانت 25 سوق لجرام وكانت المقاومة بتتناسب طرديا مع السرعة لما كانت السرعة في واحد بتساوي 12 سنتيمتر على الثانية عايز الفي 2 بتساوي كام هنا اولاد لو انت بصيت للمسألة كده ماها معنى الفي 2 معناها ان القوة بتاعتي او المقاومة بتاعتي ما كانت الفي واحد بـ 25 بـ 12 سنتيمتر اسف على الثانية كانت المقاومة بكام بـ 25 سوق لجرام طب لما توصل للسرعة المنتظمة هيبقى الوزن بساوي المقاومة يبقى المقاومة التانية هي هي بتساوي وزن البلية يبقى وزن البلية اللي هو بساوي 30 هو هو الـ R2 اللي هو اللي انا عايزها في المسألة ايه ومن هنا بابدأ ارسم المسألة بتاعتها البيلية الوزن الاسفل والقوة الاعلى رد الفعل بتاع الاعلى مفيش حاجة تانية بتأثر على البيلية غير كده يبقى هنا البلية اللي هتنزل لتحت بتأسير الوزن وهنا مقاومة رد فعل السائل او مقاومة السائل لنزول البيلية الاسفل اللي هو الـ R الاتنين بساوي بعض لان السرعة منتظمة يبقى الـ W بتساوي الـ R اه اذا الـ W بتساوي الـ R2 يبقى الـ W بتساوي الـ R2 وانا عندي الـ W بتلاتين سوق لجرام بتساوي تلاتين والمسائل دي سهلة وبسيطة جدا ومع الاسف فينا كتير بيطلخبط فيها وبيحلها غلط لانه بيصعب المسألة على نفسه وما بقراهاش كويس ويفهمها كويس دي مسألة مباشرة تطبيق مباشر على القانون مباشر خالص هو ما قدكش صعوبة فيها او ما حاولش انه يلعب بيك فيها فطبعا احنا بنروح محورين في المسألة ونحاول نحل القوة ونجيب قوة اهفقية ونقول لا دا الار اتين مش عارف بتساويش الدابلو دا فيه قوة تانية واتلخبط وضيع المسألة مني وهي ما تاخدش ديئة في الحل وعليها عشر درجات في الامتحان وممكن يجيبها لجزئية مكان تعريف يعني مسألة بسيطة زي دي بدل ما يجيب لتعريف نظري ممكن يجيبها لجزئية مكان تعريف وتبقى مسألة سهلة خالص وانا ضياحها من ايدي لان انا مش عايز اقرى المسألة او احاول ان انا نفهمها وحلها ازاي طيب هنا باقول له بقى بما ان ان الار بتتناسب طردي مع السرعة زي ما هو مديني وانا اقدرت اجيب الار واحد هو مدهلي في المسألة وقدرت اجيب الار اتنين اللي هي بتساوي الدابلو زي ما احنا قلنا وعند الفي واحد مجبولة اقدر اجيب الفي ايه اتنين اللي هي السرعة التانية او السرعة عند وصول البلية للقاع او السرعة النهائية للبلية هتبقى كام السرعة النهائية او السرعة التانية للبلية هتبقى كام انا عندي الار طبعا بتتناسب مع الفي تاني يبقى باستغل ان الار واحد على الار اتنين بتساوي الفي واحد على الفي تنين ومن هنا بعور عن الار واحد اللي هو مدهلي بخمسة وعشرين ومديني انا قدرت اجيب الار اتنين عن طريق ان الار اتنين بتساوي الدابلو اللي هو التلاتين بتساوي الفي واحد اللي هي اتناشر على الفي تنين في 30 على 25 12 في 30 على كام 25 وتطلع 14 و 4 من 10 سنتيمتر على السنة تمام يا أولاد يبقى كده قدرت أجيب السرعة التانية بتاعتي من المسألة الشق التاني أو الحركة بسرعة منتظمة على مستوى مائل هنا المستوى هو اللي مائل أنا المرحلة الأولى أو المرحلتين اللي احنا خدناهم في الأول إنه كان المستوى أفقي يا إما القوة أفقية موازية للمستوى يا إما القوة كانت مالية ميلة بزاوية على المستوى وقدرت أحلل القوة طب لو المستوى نفسه هو اللي مائل بزاوية وممكن المستوى نفسه مائل بزاوية والقوة موازية للمستوى المائل وفي نفس الوقت ممكن تبقى القوة برضو ميلة على المستوى المائل أحللها إزاي أو أوجد معادلة إزاي أنا عندي حاجة بسيطة خالص عندها لو قلت المستوى ميل بزاوية ألفا على المستوى الأفقي ده كده رمز للمستوى الأفقي وده المستوى بتاعي ميل بزاوية أفقية بسميها ألفا على المستوى الأفقي طيب الجسم بتاعي موضوع خلي بالك على المستوى الأفقي بس المستوى ميل بزاوية مستوى بتاعي ميل بزاوية كده وأنا حطيت الجسم عليه كده طب وزنه انا اتفقت ان الوزن دايما عمودي لأي رجالة لأسفل طب كلمة الوزن عمودي لأسفل لو انا المستوى بتاعي مال كده الوزن بتاعي ما اخده عمودي لأسفل كده هيبقى عمودي على المستوى المال لأ يبقى عشان يبقى عمودي لازم اعمله كده اخلي الزاوية دي تسعين بينه وبين المستوى المال تسعين يبقى لازم هحلل الوزن زي ما كنت بحلل القوة خلي بالك لازم محل للوزن المركبتين ونشوف كده على الرسم اهو ادي المستوى المايل بتاعي اهو بزاوية الفة تانية على المستوى الافقي ودي الجسم بتاعي بقول وزنه دايما خلي بالك بص كده الاسفل اهو لاحظت ان الوزن مايل بزاوية خلي بالك اهو مايل بزاوية الفة على المستوى المايل اللي الجسم محطوط عليه ده مهوش عمودي على المستوى لازم اخليه عمودي على المستوى عشان اخليه عمودي ويبقى احلل المركبتين متعاملتين زي ما كنت بعمل في القوة الميلة فاكرين زي ما كنت بعمل في القوة الميلة خليت المركبة القريبة من زاوية الميل الوزن في كوزين الزاوية يبقى الوزن في كوزين الزاوية الف طب المركبة التانية هتبقى في اتجاه المستوى والاسفل لاسفل ليه لان لو لاحظت هنا ان الوزن لاسفل اهو يبقى المركبتين بتوعي لازم المركبة بتاعة الوزن الاصلية بينهم لازم مركبة الوزن الاصلية بينهم ما ينفعش اقفل المركبتين بعيد عنها يعني ما ينفعش اخد القوة دي لفوق ما ينفعش اخد قوة الوزن المركبة التانية اللي هي الدابلو سين الفا لفوق ليه لو لاحظت كده هتبقى دي كده ودي كده انا مركبة الوزن فين برا المربع لأ يعني باخدها في المربع بتاعي بحيث لو قفلت الشكل دوت كمربع او متوازن مستطيلات اقدر اجيب قيمة الايه ال W نفسي او اقدر اجيب المحصلة اللي هي ال W بتاعتي يبقى هنا لازم المركبتين يكونوا متعمدتين وبينهم محصلة او مركبة الوزن الاصلية اللي هي المحصلة بتاعة الوزن الاصلية يبقى هنا المركبة العمودية على المستوى وقريبة من الزاوية بقول عليها ال W كزين ألفا وهنا المركبة اللي في اتجاه المستوى بقول عليها ال W سين ألفا طيب وهنا يا أستاذ بالقوة اللي بتشدلي الجسم هو عامل لي الخط السهم الأحمر ده تجاهه لفوق يعني ايه يعني بقول لي خلي بالك اتجاه حركة الجسم لأعلى يعني الجسم هيتحرك لأعلى المستوى مش هينزل لتاح يبقى القوة هتسحبه الفين لأعلى يبقى هنا بعمل لي السهم ده يقول لي ليه يقول لي السهم ده اتجاه الحركة رمز الاتجاه الحركة لفوق يبقى انا لو خدت كل القوة ده وعايزة صواب الصفر بقول والله اف ناقص دابلو سين الفا ناقص الار بتسوي صفر يبقى دول بالناقص ليه لانه معاكس اتجاه الحركة لكن انا بقول ان الاف بتساوي الدابلو سين الفا زائد الار دي بتسوي الاف طب الار دي جات منين برافو عليك بقول لي دي مقاومة المستوى ليه حركة الجسم انا منساش ان اي مستوى عندي طالما خشن يبقى له مقاومة وبيقاوم الجسم اللي بتحرك عليه مش بخليه تحرك بسهولة وإلا كان الجسم طار من على المستوى ما فيش حاجة وقفته خالص يبقى هنا الجسم بتاعي بتحرك بقوة او القوة بتجذبه الاعلى مقاومة المستوى له لاسفل اللي هو الار والدابلو سين الفا مركبة الوزن الاسفل معاه وهنا الدابلو لاسفل وزن الجسم مش عمودي على المستوى الافقي يبقى لازم احلله مركبتين متعامدتين تاني زي ما كنت بحلل القوة بالزبط يا مستر لو القوة ميلة حد يعرف يقول لي بقى لو القوة ميلة بزاوية الفا هنا هو في قوة هنا هو لاتخيلت القوة الافقية دي مش موجودة والقوة دي ميلة بزاوية كده اعمل ايه فيها زي ما اخدناها في القانون اللي فات هحللها لمركبتين متعامدتين برضو هتبقى هنا الاف كوزين الفا والمركبة الرئاسية هنا الاف سين الفا مع الان طبعا هي مش موجودة هنا في الرسم لكن انا بديك فكرة عنها عشان لو جات لك ميلة تبقى عارف تجيبها ازاي طيب يا مستر هنا المعادلات المستوى الميل طبعا انا عايز اجيب معادلات الحركة بتاعت الجسم برضو مفترض ان الجسم بتحرك بسرعة منتظمة او باقصى سرعة وبقول والله عند اقصى سرعة او عند السرعة المنتظمة ان الاف بتساوي الو سين الفا زائد الار اهي وان الان مركبة رد الفعل العمودي بتاعت المستوى على الجسم بتساوي الو كوزين الفا ماشي طيب في حاجة بقى انا عايز اقولها لو في قوة بس قوة بتضغط انا دايما باخد القوة الاعلى لفوق بتشد طب لو القوة كانت ضغط على الجسم في اتجاه الضغط لتحت لو انت لاحظت كده لو اتجاه السهم اليمادي هيبقى القوة بتضغط لتحت يبقى انا حللها مركبة هنا ومركبة هنا طبعا المركبة اللي هنا هتبقى الاف ايه صين الفا وهنا هتبقى الاف كوزين الفا لان هي المركبة القريبة من الزاوية وده اللي هنشوفه في المسائل ان شاء الله الحصة الجاية لان انا مش عايز اديك المستوى الميل دلوقتي عشان ما تتلخبطش بينك وبين المستوى الافقي العدل طبعا حبايبي منساش دايما ان المستوى الميل بزاوية الفا اه الجسم عليها اللي احنا خدناه في الوضع الطبيعي بتاعه ان القوة موازية للمستوى الافقي او لميل المستوى نفسي ان شاء الله المرة الجاية هنشرح لو القوة ميلة بزاوية سواء بتشد برضو الجسم لاعلى او بتضغطه الاسفل وهناخد ازاي بحل المركبات القوة بتاعتي زي ما حللنا الوزن ونبدأ ندرس قوانين نيوتن التاني ونشوف المستوى المال بتاعي عليه مع مسألة بسيطة او حاجة تطبيق بسيط برضو علشان نختم قانون نيوتن الاول ان شاء الله في الحصة القادمة طبعا هنا انا كل اللي عايزك تتذكره ازاي بطلع المعادلات بتاعتي واقول ان الان بتساوي الو كوزين الفا منين وتبقى فاكر وعرفها ان انا حللت يا مستر دابليو اهو حللت المركبتين متعمدتين مركبة عمودية على المستوى ومركبة موازية للمستوى ودايما براعي ان المركبتين دول بتكون مركبة الوزن الاصلية في المربع بتاعهم او في الربع بتاعهم لان ده لو انت فاكر كده من سنة تانية او تالتة ان ده الربع الرابع بتاعي لو انا عملت دي احدى سيات x و y ده الربع الاول ده التاني ده التالت ده الرابع فيبقى ده الربع التالت بتاعي اللي هو مركبة الوزن محصورة فيه فعشان كده حللت مركبة الوزن مركبة رأسية هنا ومركبة افقية هنا بس الافقية مش افقية على الافق لا ده افقية موازية للمستوى اللي الجسم انا شغال عليه للجسم اللي هو بيميل عليه يبقى هنا المستوى بتاع الميل ده انا بعتبره هو الافق بتاعه دلوقتي والجسم موجود عليه وبحل المراكبة الوزن بحيث توازي له عشان ما لاخبطكوش يبقى هنا ال N بتساوي ال W كوزين ألفا وهنا ال W سين ألفا زائد ال R بتساوي ال F ودول المعادلتين اللي قدرنا نستنتجهم بالشكل اللي قدامي طيب هناخد الموضوع بقى المرة الجاية ان شاء الله لو عندي ال F ميلة بزاوية هبدأ أحلل ال F نفسها مش هسيبها زي ما هي كده لا ده هتبقى ال F كوزين ألفا هنا وهنا ال F سين ألفا واكتب برضو كده ال F كوزين ألفا تساوي ال W سين ألفا زائد ال R وهنا ال N زائد ال F سين ألفا اللي هتبقى موجودة عندي ان شاء الله لما تكون القوة ميلة بتساوي ال W كوزين ألفا طيب لو ال F ميلة لتحت ميلة لضغط التحت هتتحلل القوة المركبتين مركبة هنا هتبقى ال F كوزين ألفا ومركبة هنا هتبقى ال F سين ألفا وده الأشكال المختلفة اللي ممكن تمر علينا في قانون نيوتن الأول وطبعا عشان هنا ده مستوى مائل يريد نكون بس استوعبنا وقدرنا نفهم المستوى الأفقي وقدرنا نغطيه بحيث نقدر نشتغل على المستوى المائل كله الحصة القادمة طبعا مع تمنياتي ان كل الزملاء يكونوا فهموا اللي احنا قلناه واستوعبوه ويبدعوا يحلوا مسائل على قد ما يقدروا وياريت الحصة الجاية ألاقي فيه واحد واثنين وثلاثة وعشرة بيسألوا ايه اللي واقف معاهم او ايه اللي مش مفهوم بالنسبة لهم ونعيد لو فيه جزئية مش مفهومة نعيدها بحيث ان انا اقدر استوعب المعلومة وتبقى المعلومة عندي كاملة وحل ايه مسألة تجيلي في الامتحان لان انا قلت الجزء البسيط دوت او المسائل البسيطة دي انا ممكن اجيبها بدل تعريف نظر وممكن اجيبها بدل اسبات اقول لك ازاي ان الار بتسوي الوزن ازاي ان السرعة تتناسب طرد مع المقاومة دي كلها استمتاجات ممكن تيجي في الامتحان ويلعب بين الممتحن او يحطها في صورة انا اظن الله انها صعبة وما اقدرش اجيبها لكن هي سهلة خالص وقدرنا نحلها وكده يبقى قانون نيوتن الاول كده قانون نيوتن الاول اقدرنا نوفي حقه ونستودعكم الله ونشوفكم ان شاء الله الحس القادمة مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق ان شاء الله اشتركوا في القناة